جزاكم الله خير وأحسن إليكم أحد الأخوات المستمعات بعثت بسؤالين في سؤالها الأول تقول انتهيت من طعام السحور وقمت لغسل فمي وبدأ الأذان في مسجد قريب مننا ولم يؤذن في الإذاعة وبدون شعور شربت قليل من الماء كما تعوضت عند غسل فمي من السحور في كل يوم وانتهيت ثم بدأ الأذان في الراديو مع العلم أن الأذان في الإذاعة على توقيت الرياض ونحن نقيم في الرياض فهل علي قضاء ذلك اليوم؟ لا حرج عليك في ذلك لأن هذا الذي حصل قبل الإمساك قبل دخول وقت الصوم فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله ولو أن الإنسان نوى الصوم في وقت مبكر قبل طلوع الفجر فلا مانعان يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر ونيته قبل الوقت لا تمنعه من الأكل والشر أن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل ترجمة نانسي قنقر